انا الدكتور صلاح عمر استشار امراض القلب ومساشفى القوي بالتجامع الخامس انا قضيت ثلاثين سنة في الولايات المتحدة كنت رئيس قسم القلب في جاكسون نورث هاسبتن واحب اتكلم في المؤتمر ده على امراض القلب لأهم اسباب مورثاليتي ووفاة في العالم سواء كان رجالة وستات وكثير مش عارفين الموضوع ده وان اهم حاجة في علاج امراض القلب احنا بنعالج الشرايين بالبلونات والدعمات بس اهم من كده ان احنا نعالج اسباب امراض القلب وهي تصلب شرايين والكلسترول والسمنة والسكر وممارسة الرياضة باستمرار فالمهم ان احنا نمنع الاسباب اهم من احنا مجرد نعالج الشرايين لان حتى العالم من نعالج الشرايين بالدعمة ما كناش ناخد بالاسباب والعيان يخص والعبرياضة وياخد الادوية ونعالج الضغط والسكر والكلسترول وممنع السجاير في حيال نجاع الشرايين تاني يتسد في حيال الوقاية اهم من العلاج ونحب ان انا نربي من اهمية الوقاية ونحنا ناخد الادوية باستمرار علشان نمنع ان تطور الانتصار الشريم ان الانتصار الشريم يزداد لو احنا ماخدناش بالاسباب ولا احنا محبزناش على الوقاية اهم الحاجة التانية ان احنا نبهين في الامراض القلب في الستات غير الرجالة في الستات مش لازم يجالها الازمة القلبية القوية والعلام القوية في الصدر ممكن يجالها مجرد ضربات منتظمة يجالها قرشة نفس فلو ست عندها ضغط عندها سكر وفوق سن ال 45 وقت سكر من اي عراض غير طبيعية يوجد نية التنبه وتكشب عند قلب لان مش لازم يجالها الام قوية بالصدر ممكن تبقى الأعراض في الستات مختلفة عن عراض في الراجل وعندما ركزنا على حاجة المهمة لنورد القلب شكرا